عنوان أستاذ شريف عبدالقادر المتعلق أيضاً بمباراة السوبر من سيتأثر أكثر الزمالك بغياب الوينش أم الأهلي بغياب ديانج لا الأهلي بغياب ديانج الأهلي بغياب ديانج لأن الوينش ممكن تعوضه يعني يعني بحسن عبدالجيد بالزداري يعني عندك أكتر من عنصر لكن ديانج مش غيابه مؤثر كمان بالنحية من ناحية طريقة اللعبة يعني أنت حتى قلت في الانتر أنه ممكن يلعب بثلاثة يحتاج حد قوي في الحتة دي فيعوضه بأن أنت تلعب تلاتة بدلاً ما هيلعب بثلاثة بثلاثة عشان يقابل نصف ملعب يعني يفوق الجحيم بثلاثة الزمالك في نصف ملعبه يعني يلعب بثلاثة، خمسة، ثنين أو ثلاثة، خمسة، أو ثلاثة، أربعة، ثلاثة فاحبنة هيدي؟ الزمالك في نصف ملعب فمحتاج أن نصف ملعب الآلي يبقى القوي بنفس الطريقة يعني ممكن يلعب أربعة، ثلاثة، ثلاثة، للأهلي. بعد أن يلعب أربعة، اثنين، ثلاثة، واحد يلعب أربعة، ثلاثة، ثلاثة، فهيحتاج دي فالتغيرة دي. ممكن اقتراح عليك اقتراح مش عارف هو جيه في البال للمرس الكرة أو لأ؟ هو ليه أكرم توفيه ما يلعبش دور أليو دينك؟ ممكن، 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 ممكن. لو هو ما يجيش في ماله؟ لا ممكن، بس هتفقد عنصر مهم جدا في مواجد زيزو. اللي قالك، أهم صفقة عملها الأهلي السنة دي عودة أكرم توفيه. صحيح. دي أهم صفقة. صحيح. يعني مش للأهلي بس، لمنتخب مصر. صحيح. يعني ربنا يشفيه ويبدع عنه الإصابات، احنا خسرناها الفترة اللي فاتت دي كلها وخسرناها في مطشن السنغال وتأهل الكاس العالم، يعني ودي كان واضحة جدا. يعني العيب مهم جدا للأهلي ولمنتخب مصر. ودي أهم صفقة أنا شايفها للأهلي. فأكرم توفيه لو لعب بوسي ملعب بتخسره. في جزئية مهمة جدا في الناحية الشمال. ويمكن أسباب تفوق الزمالك على الأهلي في المطشين بتوى الدوري. التعادل 2-2 وكاس مصر هي الحتة دي كان فيه أشرف بن شارع. مطش 5-3 كان أكرم موجود. مطش 5-3 في الدور الأول كان أكرم موجود قدام أشرف بن شارع. صحية. فتفقد ميزة مهمة جدا في سد الصغر دي. ودي أهم حتى للزمالك في الهجمات خاصة في الجزء المرتد بسرعة زيزو وقوته وتزديد. يعني الوحيد اللي قادر على إن هو سد الصغر دي أكرم توفيه. فلو لعب خطس لا أنا عندي إن هو يلعب باباكي مين أفضل.